اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله النهاردة هعمل لحضراتكم مراجعة كاملة لمادة الدراسات الاجتماعية لصف الرابع الابتدائي بشكل بسيط جدا وسهل أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ويتسيبوا تعليق كويس لو الفيديو عجب حضراتكم أول حاجة أنا هبدأ معاكم بحل الأسئلة من كتاب الأضواء من أول صفحة 172 أنا هشرح معاكم السؤال والخريطة والجزء المتعلق بالسؤال هرجع عيده تاني في الشرح بطريقة سهلة وبسيطة أول سؤال ده كانت اسمها محافظة القاهرة بيقول أمامك خريطة صماء لمصر اكتب ما تشير إليه الأرقام أول حاجة يا جماعة السؤال الأول في الامتحان بيكون عبارة عن الخريطة الخريطة دي هبدأ حلها بطريقة بسيطة جدا بعرفه من الحاجات السهلة البسيطة اللي يقدر يعرفها ويفهمها طالب في الصف الرابع لابتدائي ما جيبش سبعين حاجة وأبدأ أقول له يعرفهم لا أنا هبدأ أعرفه الأساسيات في الخريطة يعني مثلا هنا البحر المتوسط هنا البحر الأحمر مثلا ده اسمه نهر النيل مثلا دي بحيرة ناصر اتجاهات بقى الحدود بطاعة مصر يعني مثلا هنا دولة ليبيا هنا مثلا دولة السودان أو هنا جمهورية السودان هبدأ بقى أشوف المطلوب مني في الأسئلة اللي هو جايبها لي أول حاجة ده اسمه البحر الأحمر وهو مشاولي على رقم واحد اتنين دي الصحراء الغربية تلاتة نهر النيل أربعة دولة السودان خمسة بحيرة ناصر ده ده الخريطة في أبسط صورة لها اكتبوا المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة من العبارة المصطلح الجغرافي يعني جايب للتعريف وعايزني أبدأ أقول ده تعريف إيه اللي أنا بعرفه أرض شديدة الارتفاع ولها قمة ده طبعا تعريف الجبل الجبل هو أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحضار بعرفه معاكم بالروح مساحة واسعة من اليابس تضم داخلها عدد من الدول لتعريف القارة وخدنا مع بعض القارة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول داخلها رسم توضيحي لجزء من سطح الأرض باستخدام الرموز والألوان ده تعريف الخريطة بعد كده بيقول لي أسؤالي الثاني أكمل العبارات الآتية مما بين القوسين جايب لي كلام من الأقواس وعايزني أبدأ أكتب بإيه أكمل الفراغات اللي موجودة قدامي أول حاجة اللون نقط في الخريطة يدل على المسطحات المائية اللون الأزرق في الخريطة يدل على المسطحات المائية وده لازم يجي في الامتحان ده سؤال مهم تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان مثل الصبار والتيني الشوكي والخروع لازم ندقك الإجابة بتاعتنا وامتحان الدراسات يا جماعة بيبقى قائم على أننا علم ابني لازم يقرأ السؤال كويس جدا مرة واثنين وثلاثة ويقرأ السؤال للآخر يعني مثلا ضع علامة صحة أو خطأ لازم يقرأ الجملة للآخر ويشوف مثلا مع التصويب موجود ولا ما فيش كلمة مع التصويب عشان دي كلها بتقلل من درجتنا تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان يقع جبل العوينات جنوب غرب مصر سؤال مهم جدا ولازم يجي في الامتحاء يقع جبل العوينات جنوب غرب مصر تعتبر محافظات الصعيد من المحافظات الطاردة للسكان محافظات الصعيد زي كنة وسهاج ديت من المحافظات الطاردة للسكان سوا بما تحته خط يساعدنا المناخ في تحديد ما نرتديه من ملابس ده الطاقس الطاقس بيساعدنا في تحديد ما نرتديه من الملابس وتعريف الطاقس ووصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة وقلتلكوا قبل كده وإحنا بنشرح كلمة الطاقس فيها حرف القاف وكلمة قصيرة فيها حرف القاف نربط لتنين مع بعض يبقى الطاقس وحالة الجو في فترة زمنية قصيرة والقاف معها القاف عشان يبقى مرتبط في زهن ولادنا بطريقة سهلة جدا أشهر هضاب مصر هضبت الجلف الكبير اسمها هضبت الجلف الكبير أشهر هضاب مصر هضبت الجلف الكبير بعد كده بيقول او ممكن اقول هضبت التى لتنين جد صح يوجد على كل خريطة سهم يشير الى جهة الشمال دي صح بقولك اكتب كلمة صح او كلمات خطأ عدد الجهات الاصلية خمس جهات لا طبعا الاجابة خطأ عدد الجهات الاصلية اربع جهات وهما شمال جنوب شرق غرب دي اسمها الجهات الاصلية يكتقون مصر بعمل تعداد سكاني لها كل عشر سنوات صح الحدود بين محافظات مصر تسمى حدود سياسية غلط الحدود بين محافظات مصر تسمى حدود ادارية وهعرف معكم الحدود الادارية هي الحدود التي تفصل بين محافظات الجمهورية هي الحدود التي تفصل بين محافظات الجمهورية وخبالي اول ما شوف كلمة حدود ادارية تبقى دي على طول ايه اول ما شوف كلمة المحافظات تبقى دي الحدود الادارية اشوف الدول تبقى دي الحدود السياسية دي مهمة جدا ولازم نبقى عارفين بعد كده هنكمل مع بعض بقتل الامتحان بلصل من القائمة به ما يناسبها من القائمة ألم بنى المصر القديم مسكنه من الطوب اللبن مهمة جدا ولازم تجي في الامتحان في العصر المعادن صنع الإنسان أدواته من الحديد والنحاس في عصر المعادن المقصودة عندي أصلا في عصر المعادن يعني المعدنين الحديد والنحاس أحد عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة نهر النين عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية العوامل الطبيعية قولنا متمثلة في نهر النيل والموقع الجغرافي والمناخ والثروات المعدنية العوامل البشرية متمثلة في الجيش والوحدة كان المصر القديم يعيش فوق الهضاب كان المصر القديم بيعيش فوق الهضاب قبل ما ينزل لوادي النيل بعد كده السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس بدأت الكتابة بالتعبير عن الشيء برسمه في شكل صور دي اول حاجة في شكل صور كانت اول عاصمة مصر الموحدة في عام 42-42 في مدينة قن دي السؤال ده مهم اول عاصمة لدولة مصر الموحدة اول وحدة استطاعت ان هي تقوم في مصر كانت سنة 42-42 والعاصمة بتاعتها كانت مدينة قن اللي هي عين شمس حاليا خرج ميناء من مدينة طيبة الملك ميناء خرج من مدينة طيبة ونجحة في توحيد مملكتين الشمال والجنوب يعد أحد العوامل البشرية في قيام الحضارة المصرية القديمة ده الجيش والسؤال مهم أحد العوامل البشرية خلي بالي الجيش وكل اللي جايبهم عوامل طبيعية لازم أبقى دقيقة الملاحظة في الاختياري بعد كده بيقول أكمل الجدول التالي جايب واجه المقارنة بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث العاصمة دي بوتو الشعار نباتي البردي لون التاج بتاعهم كان أحمر دي مملكة الشمال مملكة الجنوب العاصمة كانت نخب الشعار بتاعهم ظهرة اللوتس لون التاج كان أبيض أدى أول المحافظة وأول تدريب بسيط جدا وسهل ما فيش في أي حاجة عمنا لكم أسئلة سريعة برضو جنبها لعا السريع صنع المصر القديم ملابسهم من الكتام الوحدة الأولى تحققت فيه وكانت عاصمتها قن يا أسئلة بتتقرع بنى الملك مينة مدينة ماننفر كان تاج مملكة الشمال لونه أحمر بدأ استقرار الإنسان المصري القديم بعد معرفة الزراعة بعد كده كان الإنسان في العصور القديمة يعيش فوق الهضاب بنى الإنسان المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن بعد كده بيقول هنبتشوف المحافظة التانية المحافظة التانية بيقول دي محافظة الجيزة البحر اللي قدامي ده رقم واحد البحر الأحمر اتنين نهر النيل تلاتة دولة ليبيا قناة السويس مهمة جدا أخلي بالي هو ابني بيكون عارف قناة أنا معندي شغل قناة السويس عندي نهر نهر النيل واخلي بأيب أعارف اللي في الشمال ده اسمه البحر المتوسط اللي في الشرق اسمه البحر الأحمر بطريقة بسيطة وسهلة أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة تعد محافظة من إحدى محافظات الجزب السكاني أنا عند القاهرة والإسكندرية دول محافظات الجزب السكاني أكبر حاجة القاهرة ديها هي محافظات من أكبر محافظات الجزب السكاني يعني من أكبر البلاد اللي بتجزب السكان لها محافظة القاهرة تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا وسؤال مهم ولازم يجي في الامتحاد تقع مصر في الرقن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا بعد كده نكمل كانت عاصمة مملكة الشمال بوتو بيدل اللون نقط على المناطق المرتفعة اللون البني يعني الجبال يدل اللون البني على الخريطة على المناطق المرتفعة بعد كده بيقول بما تفسر أو أذكر سبب واحد عدم وجود مشكلات سياسية ما بين مصر وجرانها على الحدود هنقول لأن حدود مصر واضحة ومعترف فيها بين جرانها مما أدى إلى استقرارها وعدم وجود مشكلات سياسية مع جرانها لا تاني لأن حدود مصر واضحة ومعترف بها مع جرانها مما أدى إلى استقرارها وعدم وجود مشكلات سياسية مع جران رقم اتنين بيقول بما تفسر بناء الملك مينة مدينة مان نفر لتكون عاصمة للبلاد بنا مدينة لتكون عاصمة للبلاد اكتبوا المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام لازم أكمل الآخر الرموز والألوان يبقى دي تعريف الخريطة الخريطة تعريفها مهمة جدا لازم يجي في الامتحان هي رسم توضيحي لجزء من سطح الأرض باستخدام مجموعة من الرموز والألوان وبمقياس رسم ومحدد دي تعريف الخريطة رقم اتنين متوسط حالة الجو من حيث درجات الحرارة والرياح والأمطار فترة زمنية طويلة لازم أقرأ للآخر يبقى دي تعريف المناخ المناخ هو وصف حالة الجو من حيث درجات الحرارة والرياح والمطار في فترة زمنية طويلة يبقى دي تعريف المناخ اكتب كلمة صحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة الجبل أرض شديدة الارتفاع ولها كمة شديدة الانحضار الإجابة صحيحة صنع الإنسان أدواته في العصر الحجر القديم من النحاس طبعا قطأ ده صنع أدواته من الحجر في العصر الحجر القديم ما كانش يعرف غير الحجر بعد كده بيقول صاوب ما تحتوخط قارة استراليا من قارات العالم القديم طبعا خطأ قارة أسيا أو إفريقيا أو أوروبا أو أسيا إفريقيا أوروبا أختار أي واحدة منهم أقول مثلا قارة إفريقيا إحدى قارات العالم القديم كانت حياة المصر القديم فوق الهضاء بحياة مستقرة طبعا كانت حياة تنقل وترحال ومملوقة بالخوف والقلق كانت حياة غير مستقرة عممكن أقول غير مستقرة أو كانت أقول كانت حياة تنقل وترحال ومملوقة بالخوف والقلق صلنا في الجهات الآتية من جهات شرقية وجهات فرعية الجهات الأصلية زي ما أنا قلت معكم هنكتب فيها الشرق ونكتب فيها الغرب الجهات الفرعية هكتب شمال شرق وجنوب غربي كده دي خلصت معانا بشكل بسيط جدا التلخص التاني اللي أنا عاملها لحضاركم كانت عصيمة مدينة بوتو مملكة الشمال بدأت العصور التاريخية بمعرفة الإنسان للكتابة خرج الملك ميناء من مدينة الطيبة عندما عرف المصر القديم الزراعة عاش حياة مستقرة وجود المعادن ساعدة على قيام الصناعة عرف المصر القديم الحديد في عصر المعادن عندما استقر الإنسان المصر القديم عرف الزراعة سجل المصر القديم مظاير حياته بالكتابة الهيلوغروفية كان لون تاج مملكة الجنوب أبيض من العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية القديمة الوحدة والجيش نظم المصريون القدماء حياتهم وفق عادات ونظم وقوانين والسؤال بيقرر كتير جدا في الكتاب المدرسي بعد كده هشوف المحافظة اللي بعد كده محافظة الأسكندري أول حاجة الرقم واحد البحر المتوسط منخفض القطارة جبال البحر الأحمر أول ما يقول لي جبال وطاقة على البحر الأحمر يبقى دي جبال البحر الأحمر الصحراء الغربية بما تفسر أهمية حفر قناة السويس الأسئلة اللي زي دي يا جماعة ما ينفعش أنا أعود مع ابني وخليه يعد يسمع كده لا أنا أبدأ أعلمه في الأيام دي بقى إنه هو يكتب السؤال ويبدأ يكتب الإجابة من نفسه عشان أبدأ أشوف الإجابة اللي هو بكتابها دي إيه خاصة دي لسه مادة جديدة عليهم علشان أشوف الغلطات الإملائية لأن الغلطات الإملائية فيها حساب وتقليل من الدرجاء بما تفسر أهمية حفر قناة السويس أقول أول حاجة بتربط بين البحر المتوسط والأحمر اتنين يمر بها مئات السفن المحملة بالسلع والبضائع والبترول حول العالم تركز السكان على ساحل البحر الأحمر ليه؟ للعمل بحقول البترول والقرى السياحية والمواني يبقى للعمل بحقول البترول والقرى السياحية والمواني بعد كده بيقول اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ مفتاح الخريطة يضم مجموعة من الرموز والألوان صح مفتاح الخريطة ده بيدم مجموعة من الرموز والألوان وبيساعدنا على قراءة وفهم الخريطة تقع مصر في الركن الشمالي الغربي شوف نركز شوفوا جايبها إزاي تقع مصر في الركن الشمالي الغربي من قرة إفريقيا خطأ قرات إفريقيا يمارس سكان الصحراء الغربية حرفة الرعي والزراعة صح بيمارس سكان الصحراء الغربية حرفة الرعي والزراعة بعد كده بيقول صنف قرات العالم الآتية لقرات العالم القديم والعالم الحديث قرات العالم القديم إفريقيا أسيا أوروبا قرات العالم الجديد أستراليا وأمريكا الشمالية زي ما هو جواب هالي عدد الجهات الأصلية أربع جهات بيستخدم في قياس درجة الحرارة ترمومتر عملية حصر أعداد السكان تسمى بالتعداد السكاني والتعداد السكاني هو عملية حصر أعداد السكان للتعرف على أعدادهم ونحهم من حيث المهنة والتعليم والصحة بعد كده بينظروا السكان في محافظة الوادي الجديد بينظروا السكان في محافظة الوادي الجديد طب ما المقصود بالصورة؟ الصورة هي لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة التصوير حيث تظهر الأشياء في الصورة كما هي في الحقيقة لتعريف الصورة بشكل بسيط طيب الأثار هي إيه هي كل ما طرقه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم هي كل ما طرقه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم والسؤال مهم جدا ولازم يجي في الامتحان اكتبوا المصطلح التاريخ الذي تشير إليه كل عبارة شعار مملكة الشمال نبات البردي اللوحة التي سجل عليها المصري الملك مين انتصاراته اسمها لوحة نرمر بيعتبر السبب الرئيسي لقيام الحضارة المصرية القديمة ده نهر النيل السبب الرئيسي لقيام الحضارة المصرية القديمة بعد كده صاوب ما تحتوي خطأ في العبارتين كانت مدينة نقط عاصمة مملكة الجنوب كانت مدينة نخب ده عاصمة مملكة الجنوب صنع المصر القديم ملابسه من القطن طبعا خطأ صنع المصر القديم ملابسه من الكتاب المحافظة اللي بعد كده بس بيقول قبل ما يقول المحافظة اللي بعد كده هقول الأول تعريف العصور التاريخية العصور التاريخية الفترة الزمنية التي عاش فيها المصر القديم بعد معرفة الكتابة ونخلي بالم التعريفات الكتابة الهولوغروفية هي الكتابة المصرية القديمة وكانت في شكل صور ورسوم مهمة تعريف الكتابة الهولوغروفية بعد كده عصر المعادن بيشمل عصر الحديد وعصر النحاس وهي عصور استخدم فيها الإنسان المعادن واستخدم فيه في صناعة أدواته هي عصور استخدم فيها الإنسان المعادن لصناعة أدواته طيب عايز أعرف يعني إيه كلمة إقليم الإقليم تجمع مجموعة من القرى والمدن وله عاصمة وحاكم وشعار وجيش ومعبود تعريف الإقليم مهم الإقليم ده عبارة عن تجمع مجموعة من القرى والمدن وله عاصمة وحاكم وشعار وجيش ومعبود ده تعريف الإقليم تاني الإقليم تجمع مجموعة من القرى والمدن وله عاصمة وحاكم وشعار وجيش ومعبود بعد كده هاخد المحافظة اللي بعد كده المحافظة رقم 4 محافظة القاليوبية اول حاجة بيقول دي شبه جزير السيناء او ده رقم 1 دي الخريطة قدامي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بعد كده بيقول دي الصحراء الغربية الصحراء الغربية بعد كده ده البحر الاحمر البحر الاحمر دولة السودان دولة السودان دي اسمها حدود مصر يا جماعة تحت كده اسمها دولة السودان أبقى عرفها هنا في الغرب كده دي اسمها ليبيا ده البحر الأحمر فوق ده البحر المتوسط دي شي بيجزر السيناء دي يترقم اتنين دي اسمها الصحراء الغربية لو جات العلامة هنا دي تبقى اسمها الصحراء الشرقية بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده بيقول اكتب صحة ام خطأ على الجهات الأصلية خمس جهات قلنا خطأ تربط قناة السويس بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي خطأ بتربط قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط اللون الأزرق على الخريطة يدل على الهضاب خطأ بعد كده بيقول محافظة الكاهرة من محافظات مصر الجاذبة للسكان صح تبدأ العصور التاريخية بمعرفة الإنسان للكتابة صح يهاجر السكان بحسا عن فرص عمل أفضل صح أكمل الجهة المقابلة لجهة الغرب كلمة المقابلة دي يعني أعرف ابني كده يعني العكس الجهة المقابلة لجهة الغرب هي جهة الشرق زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس لازم يكون موجود في الامتحان ده إن شاء الله استقرى الإنسان المصر القديم على ضفاف النيل لممارسة حرفة الزراعة مهم جدا تم توحيد البلاد على يد الملك ميناء مهم جدا عام 3200 قبل الميلاد ولازم ياخد بالي دي الوحدة التانية كانت عام 3200 قبل الميلاد لكن الوحدة الأولى كانت عام 42 42 قبل الميلاد صنع المصر القديم الملابس من الكتان اكتبوا المصطلح لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام آلة التصوير دي تعريف الصورة النباتة اللازي ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان ده النباتة الطبيعي انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى دي اسمها الهجرة من دولة الأخرى دي اسمها الهجرة الخارجية طالما بيقول لي انتقال الأفراد من دولة الأخرى دي اسمها الهجرة الخارجية لو قال انتقال الأفراد من مكان لآخر دي اسمها الهجرة بس انتقال الأفراد من مكان من مكان إلى مكان آخر داخل الدولة دي اسمها الهجرة داخلية لكن انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى يبقى دي اسمها الهجرة خارجية بعد كده جايب لي المحافظة رقم خمسة المحافظة المنوفية بيقول لي أول حاجة عايز جايب الخريطة برضو عايز نقول الخريطة بشكل بسيط كده أول حاجة بيقول ده اسمه البحر المتوسط رقم واحد اثنين منخفض القطارة دولة السودان بعد كده أربعة نهر النيل تتوسط مصر قرات العالم القديم مهمة لازم تيجي في الامتحان تنقسم السهول إلى سهول ساحلية وسهول فائدية يساعد نتجاه الشمال على الخريطة في معرفة باقي الاتجاهات اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين من النبات الطبيعي في مصر الصبار أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية بعلم كلمة مستوية أو شبه مستوية بالجبل بالهضبة أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية بعلمها كلمة بالهضاب أول ما شوف كلمة مستوية أو شبه مستوية يبقى دي تعرف ايه؟ الهضاب أو الهضبة بعد كده بيقول لي تسقط الأمطار على السواحل الشمالية لمصر في فصل الشتاء الأمطار بتسقط على مصر في فصل الشتاء على السواحل الشمالية في فصل الشتاء زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس بما تفسر أهمية دراسة الطقس سؤال مهم أهمية دراسة الطقس تحديد نوع الملابس التي نرتديها كمان رقم 2 ضمان سلامة الصفر البري والبحري والجون بعد كده بيقول الهجرة من الريف إلى المدن ليه؟ للبحث عن فرص عمل أفضل ولتحسين مستوى المعيشة بعد كده اكتب صح أم خطأ تبدأ العصور التاريخية بعد معرفة الإنسان للكتابة صح لم يكن للجيش جور في قيام الحضارة المصرية طبعا خطأ الجيش كان من العوامل البشرية في قيام الحضارة المصرية القديمة نجح الملك مينا في توحيد البلاد عام 3200 قبل الميلاد صح عاش الإنسان المصري القديم في بداية حياته فوق الهضاب صح بعد كده بيقول ما النتائج المترتبة على اكتشاف المصري القديم للنار سؤال مهم أول حاجة هقول أدي ذلك إلى استخدمها في طهي الطعام اتنين التدفئة ثلاثة إبعاد الحيوانات المفترسة ما النتائج المترتبة على لازم أقول أدي ذلك إلى السؤال الثاني بما تفسر أقول وذلك بسبب لازم أعرف ابن النؤضي بعد كده بيقول بناء الملك مينا مدينة منفر ليه بإيه النتيجة اللي ترتبت على ذلك أصبحت عاصمة للبلاد أصبحت عاصمة للبلاد بعد كده أكتب المصطلح التاريخ الذي تشير إليه كل عبارة فترة زمنية عاش فيها الإنسان قبل معرفة الكتابة دي اسمها عصور ما قبل التاريخ كتابة مصرية قديمة في شكل صور ورسوم دي اسمها كتابة الهيلوغروفية مملكة اتخذت من نبات البرد شعارا لها وعاصمتها بوتو دي اسمها مملكة الشمال بعد كده بيقول لي حدد أهم العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة العوامل الطبيعية زي ما أنا قلتها مع حضراتكم نهر النيل المناخ المعتدل الموقع الجغرافي الصروة المعدنية دي اسمها العوامل الطبيعية محافظة الغربين أول حاجة ده رقم واحد اسمه خليج السويس بعرفوا على الخريطة اللي نحيي الجوة كده خليج السويس اللي نحيي ببرة ده كده اسمه خليج العقبة بعلمهم بإيدي شايف إيه الصابقة أنا عندي اتنين صابعة هم ظهرين قدامكم اللي نحيي ببرة ده اسمه ده اسمه خليج العقبة واللي نحيي الجوة ده اسمه خليج السويس بعد كده دي اسمها هضبة الجلف الكبير اللي هنا دي اسمها هضبة الجلف الكبير البحر المتوسط البحر المتوسط بحيرة ناصر بحيرة ناصر اكتب سبباً واحد لكل مما يأتي عايزة عرف سبب واحد أهمية وجود الخريطة في حياتنا الخريطة دي وجودها مهم أهميته إيه؟ أول حاجة أقول تساعدنا في التعرف على الأماكن وموقعها دي أول واحدة في أهمية الخريطة اتنين تساعد المعلم في الشرح تساعد التلميذ في المذاقرة ودي أهم واحد فيه اللي أنا أحفظه تساعدنا على التعرف على الأماكن وموقعها تساعدنا على التعرف على الأماكن وموقعها دي أهم واحد أهمية وجود الحدود السياسية بين البلاد ليه أهمية الحدود السياسية ليه أول حاجة تفصل بين الدول وجرانها تحفظ حقوق الدولة تفصل بين الدول وجرانها وتحفظ حقوق الدولة ترى عقم ثلاثة ارتفاع معدل نمو السكان في مصر بسبب إيه بسبب الزيادة الطبيعية ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوافية يبقى بسبب الزيادة الطبيعية ارتفاع نسبة المواليد انخفاض نسبة الوافية دي أسباب ارتفاع معدل النمو السكاني في بصر بعد كده أكمل عاصمة جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة وبيوجد في مصر 27 محافظة دي كمان بزيادة من عندي يساعد اتجاه في تحديد باقي الاتجاهات على الخريطة ده اتجاه الشمال جبل سانتي كاترين يوجد في جنوب سيناء دي جبل سانتي كاترين موجود في جنوب سيناء من المحافظات الجاذبة للسكان الأسكندرية من أشكال مقياس الرسم القط والبياني ومقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة ده مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة اكتب المصطلح الجغرافي لكل مما يأتي نبات ينمو تلقائيا دون تدقل الإنسان دسم النبات الطبيعي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة اسمها الهجرة الداخلية اسمها الهجرة الداخلية أول ما يقولي داخل حدود الدولة يتبقى دي الهجرة الداخلية اكتب معلامة صحة أم معلامة خطأ بعد كده يستخدم عنوان الخريطة كدليل للرموز والإلوان طبعا الإجابة خطأ أول ما شوف كلمة عنوان الخريطة ده بيوضح ما تحتوي الخريطة من بيانة عنوان الخريطة عمره ما يكون في رموز وألوان ده تعريف مفتاح الخريطة اللون البني يستخدم في تلوين المناطق المرتفعة صح من أهمية التعداد السكان التنبؤ بعداد السكان في المستقبل صح محافظات الصعيد من المحافظات الطاردة للسكان الإجابة صحيحة تسقط الأمطار صيفا على السواحل الشمالية خطأ تسقط الأمطار شتاءا يندر السكان في المناطق الصحراوية صح بسبب عورت السطح وطبعا إيه وندرة المياه من نتائج المترتبة على بناء مصر جيش قوي بعد الوحدة حماية وحدة البلاد والدفاع عن البلاد ده النتائج لترتبة على أن مصر موجود فيها جيش قوي حماية وحدة البلاد والدفاع عن البلاد معرفة الإنسان المصر القديم قلتها معكم كثير اكتشاف استخدمها في طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة بعد كده بيقول أكمل العبارات الآتية مما بين الأقواص اتخذت عاصمة مملكة الشمال من مدينة بوتو اتخذت عاصمة لمملكة الشمال مدينة بوتو قام المصر القديم في مراحل الاستقرار ببناء ما سكنه من الطب اللبن اتخذت الدولة الموحدة عام 1942-42 عاصمة لها كانت بوتو كانت قن الدولة الموحدة قلتلكوا عليها دي مهمة جدا كانت قن أول دولة كانت موحدة في مصر كانت عام 1942-42 عاصمة لها هي قن وإحنا بنحلها نلاحظ أن السؤال بيقرر معنا كتير جدا قدت الوحدة بين الأقاليم إلى قيام حكومة مركزية لخدمة الشعب وتنظيم أموره قيام حكومة مركزية دي رقم 4 السبب الأول في قيام الحضارة المصرية القديمة هو نهر النيل بعد كده جايب لي العصر الحجر القديم والعصر المعادن وعيزني أبدأ أفرق بينه العصر الحجر القديم المادة التي صنع منها الإنسان أدواته من الحجر العصر المعادن صنع أدواته من المعادن زي الحديد والنحاس بعد كده عندي محافظة قفر الشيم البحر الموجود قدامي البحر المتوسط نهر النيل شبي جزيرة السيناء دولة ليبيا هذه الأسئلة اللي عمالها بتتكرر في كل اللي امتحناها كل اللي قادل خريطة ودل بيجيب بشكل بسيط جدا في كل الامتحناها بقول بعد كده بما تفسر زيارة أعداد السكان في الوادي والدلتة ليه بأعداد السكان زي ده في الوادي والدلتة ليه بسبب غفرة المياه وخصوبة التربة الصالحة للزراعة وسهولة المواصلات واستواء السطح إجابات بسيطة خالصة اكتشاف المصر القديم للنار استخدمها في طهي الطعام لشان ما نقررش الكلام تاني تقع مصر في الركن الشمال الشرقي من قارة إفريقيا الحدود الجنوبية لمصر حدود بشرية دولة السودان دي حد بشري يعني من صنع الإنسان يبقى اسمها حدود بشرية سجل مين انتصاراته على لوحة نرمر الفرق بين الجبل والهضبة الجبل أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحضار مثل جبل العوينات وجبل سانتي كاترين وجبال البحر الأحمر طيب الهضبة هي ايه؟ الهضبة مساحة واسعة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية مثل هضبة الجلف الكبير وهضبة التي تاني تعريف الهضبة عشان بننساه الهضبة مساحة واسعة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية مساحة واسعة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية تسقط الأمطار على السواحل الشمالية في فصل الشتاء من المحافظات الجاذبة للسكان القاهرة صنع المصر القديم ملابسه من الكتاب سجل المصر القديم مظاهر حياته بالكتابة الهيلوغروفية مهمة جدا الكتابة الهيلوغروفية وكمان عندي أهمية الكتابة الهيلوغروفية ساعدت المصر القديم على تسجيل أحداثهم وأخبارهم تسجيل ما وصلوا إليه من تقدم في مختلف المجالات في الطب والعلوم والهندسة والفلد دي أهمية الكتابة الهيلوغروفية مهمة جدا وعندي كمان تعريف الولاء مهم الولاء للأرض التي يعيشون عليها ويخلصون لها ويحبونها دي بيجي في المصطلح العلم وارد يجي بس ما بيش بيجي كتير اوه بس احنا بناخده للإحتياط بيقولك ايه شعور المصري بتمسكه او بحبه للأرض التي يعيش عليها ويخلص لها ده اسمه الولاء بعد كده بيقول بقيت التكملة سجل المصر القديم مظاهر حياته بكتابة الهيلوغروفية اهمية موقع مصر اول حاجة بقول في اهمية موقع مصر دي اهمية موقع مصر ايه النتيجة اللي ترتبت على اهمية موقع مصر اول حاجة بقول تنشيط حركة التجارة والتواصل مع البلاد المجورة اتنين رقم اتنين زيادة الاطماع الاستعمارية في السيطرة عليها على مر التاريخ دي اهمية موقع مصر وكمان اقوم ايلا كمان بزيادة من عندي حيث ان مصر بتتوسط قرات العالم القديم افريقيا واسيا اوروبا رقم 2 بالطول لمصر على أكثر على بحرين من أهم بحار العالم البحر المتوسط والبحر الأحمر بس لازم أذكر الأول أنه أدى ذلك إلى تنشيط حركة التجارة والتواصل مع البلاد المجورة وكمان زيادة الأطماع الاستعمارية في السيطرة عليها على مرة تانية طيب ما النتائج المترتبة على تدالي المناخ في مصر؟ إيه النتيجة التي ترتبت على أن مناخ مصر معتدل؟ هؤما إلى تنوع المحاصل الزراعية ووفرة الإنتاج تنوع المحاصل الزراعية ووفرة الإنتاج اكتب كلمة صحة أمام العبابة الصحيحة وكلمة خطأ يهاجر السكان بحثا عن فرص عمل أفضل؟ صح حدود مصر حدود طبيعية فقط طبعا غلط حدود طبيعية وحدود بشرية النبات الطبيعي ينمو دون تدقل الإنسان؟ صح ماذا يحدث إذا رسمت الخريطة بدون عنوان؟ لا نستطيع معرفة ما تحتويه الخريطة من بيانات حدثة جفاف لنهر النيل عدم قيام الزراعة وعدم وجود حياة للإنسان على ضفاف النيل بعد كده عندي المحافظة رقم تمانية رقبت أول حاجة دي هضبة الجلف الكبير السهول الساحلية البحر المتوسط دولة ليبيا أهمية الخريطة تساعدنا في التعرف على الأماكن وموقعها تساعد المعلم في الشرح تسمية العالم القديم بهذا الاسم لأنها قرات اكتشفها الإنسان منذ القضاء تركز السكان في الوادي والدلتة ليه؟ اشمعنا الوادي والدلتة؟ هنوميلا بسبب خصوبة التربة وفرة المياه العزبة سهولة المواصلات بعد كده ارتفاع النمو السكان في مصر قلت بسبب الزيادة الطبيعية وارتفاع معدل المواليد والخفاض معدل الوفيان اكتب المصطلح الجغرافي لقطة لجزء من سطح الأرض ده تعريف الخريطة خطوط تحدد الدولة وتفسيرها عن جرانها للحدود السياسية ومهمة دسمها الحدود السياسية دي مهمة اول ما شوف كلمة تحدد الدولة وتفصلها عن جرانها تبقى دسمها الحدود السياسية ارض شديدة الارتفاع ولا قمة الجبل حصر عدد السكان مرة كل عدة سنوات ده التعداد السكان ما النتائج المترتبة على اهمية موقع مصر الاستقيلين ساعدة على التواصل مع البلاد المجاورة وتنشط حركة التجارة اهمية دراسة التقس تحديد نوع الملابس التي نرتديها ضمان سلامة الصفر البري والبحري والجو اكمل العبارات الآتية يشير السهم في الخريطة لاتجاه الشمال حدود مصر السياسية حدود طبيعية بعد كده بان المصر القديم مسكنه من الطوب اللبن استخرج المصر القديم النحاس من شبي جزير السيناء ودي مهمة عايز مقارنة بين الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية الهجرة الداخلية انتقال الفرد من مكان الى اخر داخل حدود الدولة الهجرة الخارجية انتقال الافراد من مكان من دولة الى دولة اخرى ما المقصود بالأثار كل ما تركه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياته عصور ما قبل التاريخ الفترة الزمنية التي عاش فيها المصر القديم قبل معرفة الكتابة صنع المصر القديم ملابسه من كتان عاصمة مملكة الشمال مدينة بوتو بنامينة مدينة منفر السبب الأول في قيام الحضارة المصرية القديمة هو نهر النيل بعد كده بقول مصر أقدم حضارة عرفات تاريخ في ضوء العبارة وضح ما أهمية الكتابة الهولغروفية لسه إله معكو دلوقت ساعدت المصريين على تسجيل أحداثهم وأخبرهم وتسجيل ما وصلوا إليه من تقدم في مختلف المجالات من طب وفلك وعلوم أذكر إنجازات الملك مينة هقول استطاع توحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب بناء مدينة منفر وتكوين جيش قوي ما نتائج نزول الإنسان المصري القديم لوادي النيل عرف الزراع على وادي النيل والاستقرار والتعاون وبناء المساكن والمسؤولية رقم 9 البحر المتوسط دولة السودان نهر النيل جبل العوينات أهمية الخريطة قلناها كتير زيادة أعداد السكان في الوادي والدلت ذكرتها كتير بناء الملك مينة مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد تعد قرتي أمريكا الجنوبية وأستراليا من قرات العالم الجديد لأنها قرات اكتشفها الإنسان حديثا محافظة القاهرة من المحافظات الجاذبة للسكان صح صنع الإنسان أدواته في العصر الحجر الحديث من النحاس طبعا قطع قامت الحضارة المصرية القديمة على ضفاف نهر النيل صح أدت الوحدة بين البلاد الأقليم إلى نشر الأمن والطمأنينة بين الناس صح اكتب المصطلح رسم توضيحي دا الخريطة لجزء من سطح الأرض دا تعريف الخريطة مساحة واسعة من الأرض أول ما شوف كلمة مستوية أو شابه مستوية زي ما اتفقنا دي الهضبة وصف حالة الجو في ثلاثة أيام يبقى دا التقس الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات دي الزيادة الطبيعية وأول مرة تقبلنا بس مهمة جدا الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات دي اسمها زيادة طبيعية بعد كده أكمل العبارة من أنواع مقياس الرسمي بياني وخطي زادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس بيقرر في كل الامتحانات بدأ استقرار الإنسان المصر قديم بعد معرفة الزراعة كانت مدينة نخب عاصمة مملكة الجنوب اكتب المصطلح العلمي تدل على كل عبارة بيشير أعلى الخريطة إلى تجاه الشمال دا تجاه الشمال بعد كده دا آخر حاجة هاقوم معاكم المحافظة رقم 10 قرات تشمل أفريقيا وأسيا وأوروبا دي قرات العالم القديم كتابة بدأت بالتعبير عن الشيء برسمه في الصور ورسوم دي كتابة الهيلوغروفية الحدود الشمالية لمصر حدود طبيعية يقع في أقصى جنوب غرب مصر دا جبل العوينات مهم جدا تسقط الأمطار على مصر الشتاء وخاصة على السواحل الشمالية سجل المصر القديم مظاهر حياته بالكتابة الهيلوغروفية أهم عوامل قيامة الحضارة المصرية القديمة طبيعية مثل نهر النيل والموقع والمناخ زي ما أنا قلت لكم مشاريع الوحدة والجيش النتيجة نزول المصر القديم لوادي النيل زي ما أنا قلتها معاكم قبل كده إنه هو قدر إنه هو أول حاجة لاستقرار في مكانه والقيام بالأعمال لأول حاجة سعادة المصر القديم على معرفة الزراعة والتعاون والمسئولية والاستقرار في مكانه للقيام بالأعمال التي تطلبها الزراعة بعد كده بيقول رقم عشرة بقى دي آخر محافظة معاكم البحر المتوسط بحيرة ناصر نهر النيل الصحراء الشرقية مساحة وساعة من اليابس دي تعريف القرى أرض شديدة الارتفاع وجوانبها شديدة الانحضار دي الجبل متوسط حالة الجو من حيث الحرارة والرياح لفترة زمنية طويلة دي المناخ تمتد بطول صحر البحر الأحمر دي الجبال تتوسط مصر ثلاثة قرات تعد قرى إحدى قرات العالم القديم دي إفريقيا تسقط الأمطار على الأطراف الشمالية لمصر في فصل الشتاء يحدوا مصر من جهة الجنوب دولة السودان بعد كده عندي أهمية دراسة التقصي في حياتنا أول حاجة تحديد نوع الملابس التي نرتديها اتنين ضمان سلامة الصفر البحري والبحري والجوي الهجرة من الريف للمدن للبحث عن فرص عمل أفضل والبحث عن التعليم والرفع مستوى المعيش أهمية الكتابة الهولغروفية قلتها معاكم كتير وهقولها تاني عشان سؤال مهم ساعدة المصر القديم على تسجيل أحداثهم وأخبارهم وتسجيل ما وصلوا إليه من تقدم في مختلف المجالات مثل الطب والعلوم والهندسة بعد كده بيقول أكمل تبدأ العصور التاريخية بمعرفة الإنسان الكتابة ينقسم عصر المعادن إلى عصر الحديد والنحاس خرج الملك ميناء من مدينة الطيبة بيعتبر نهر النيل السبب الرئيسي في قيام الحضارة المصرية القديمة معرفة المصر القديم للزراعة قلتها كتير أو الحاجة اللي هو عرف الاستقرار بناء المساكن التعاون المسئولية اكتشاف المصر للنار قلتها كتير الطهي طهي الطعام والتدفئة أو إبعاد الحيوانات المفترسة أهمية موقع مصر الجغرافي زيادة الأطمع في السيطرة عليها وتنشيط حركة التجارة بين البلاد المجاورة تميزت حياة الإنسان في عصور ما قبلها التاريخ بالاستقرار خطأ عرف المصر القديم الزراعة فوق الهضاء دي طبعا إجابة خطأ عاش المصر القديم فوق الهضاء بحياة مستقرة خطأ تمت الوحدة الأولى للبلاد عام 42 42 دي صح اتخذ الملك ميناء من مدينة منفر عاصمة للبلاد أنا بعمل الإجابة الصحيحة على طول صنع المصر القديم ملابس ومناكتان عاصمة مملكة الجنوب بدل ما قول بوته طبعا إيه نخب كده قدمت لحضراتكم عشر محافظات مراجعة وتلخص معاكم سهل جدا وبسيط هعرضوا لحضراتكم على الصفحة بتاعتي زاكر مع مصمر وزارة على الفيس ويا ربكم بقدم لكم معلومة جديدة وبتمنى يا رب التوفيق والنجاح لكم وكلكم جميعا شكرا جدا لحضراتكم أشوفكم على خير مع السلام